العلاقة ما بين زيارة رئيس الوزراء وعلاقة تحرك السفيرة الأمريكية لتهديئة الأمور هذا من ضمن بنود الزيارة لأنه على السوداني أن يصفر الأزمة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم هذا جانب بالجانب الآخر أن يعمل السيد السوداني جاهد في تقويض تدخل الإيراني بالعراق وهذا التقويض يأتي من خلال تحجيم عمل الفصائل المسلحة وإطالة الهدنة وهذا ما ترغب به السياسة الأمريكية حقيقة هذين الملفين مهمين إذا نجح السيد السوداني قبل أن يسافر إلى واشنطن سوف تكون أو نتوقع أن تكون زيارته ناجحة وتفتح آفاق مستقبلية آفاق اقتصادية وهناك ملف مهم آخر وهو عملية الاجتماعات الثنائية ما بين الحكومة العراقية وقوات التحالف وما تسفر من نتائج لا بد من وضع خريطة وستراتيجية قائمة على الوجود الأمريكي داخل العراق ويحدد بالصيغة التي تروق للطرفين الأمريكي والعراقي نعم هناك معارضين وهناك من يمني النفس بأن هذه القوات سوف تخرج ولكن نحن نقول كما تقول السفيرة الأمريكية وكما يقول السيد رئيس مجلس الوزراء وأن التفاوض على خروج التحالف الدولي